السلام عليكم كيدا يرين كل شي بخير نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله شكركم بزاف على التعاليق والله يحبكم المهم نهار جديد وفيديو جديد وفيديو جديد مليون بلمية ستعجبكم وضغيز مفونا مفونا سبقوني لا يشربوا نهائيا نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اضغطوا على زر الاعجاب اضغطوا على زر الاعجاب اضغطوا على التعاليق والمهم اللي اعجبكم الفيديو اضغطوا على المقادر على بركة الله 600 جرم فانينة نصف الخميرة الخبز ملحة اضغطوا قناة وساها وأضغطوا المعلق ملحة و3 المعلق الزيت ونضفق نضفق زين هذا المكونات بالمهم اننا نضيف هذا المكونات نضيف اضغطوا سوقته هنا قرب رمضان الله يبلغنا رمضان إن شاء الله لا فاقيدين ولا مفقودين الله يغفر دونه بديلنا وديلكم وديل جامع المسلمين إن شاء الله يا ربي هنا يكي نفقا نعجنوها بالماء كيف ما كتشوفوا صفي هنا يحتطها في سطح العمل وبالنسبة للعجينة مخصيش تكون جارية بالزفاة البنت باش هكذا ما تعد بناش من اللي غادي نطيبوها تكون هكذا شوية قاسحة وبالنسبة لديك المهمة هنيا غادي نحاول نجمعها حتى ذيك المال اللي زد يتخليها في العجينة وصافي ما يكن نحتاجوش نعجنوها بواحد لقيتة اللي هي بزا تقدرو تديروها في العجينة كيف ما تقدرو تديروها بديكم بحالي أنا كيف ما در ترك انتو ما كتلاحظوا صفي حتى ذيك العجينة اللي كتكون ليا زمان اللي كتكون في اليدين صفي بديتك تحيد وصافي يا العجينة ديالنا بديت زعمها شربت هذيك الموت جمعات لينا ورجينة كيف ما قلت لكم تكون قاسحة ما تكون شجارية بزا صفي هنا يا غادي نكتافي بهذا القدر كيف ما شتارها ما زع ما ما دل اكتهاش بززاف غادي نخليها تختامة هنا يا البنت غادي ندوزو الحشوة عندي هنا شوية نص فلفلاء حمرة ونص خضراء وعندي الفلفلاء خضراء وعندي واحد البصلة متوسطة وعندي هنا شوية ديت تومة سنضر عليهم شوية ديت زيت وبنسبة للبصلة خضراء صراحة كتا زي ما كتتعطيه واحد الدق اللي هو زوين تقدروا تديروا لهذاك الوارو حتى هو إلا ما عندكم ش الفلفلاء وإلا ما عندكم ش اللبصلة الخضراء يديروا هوق ما تقدروا تديرها حتى بالبصلة عاجلة ما شي مشكل هناك نخلطهم حتى يتشحروا لينا مزيدا وانا نضيفه هنا شفيت هناك برت دجاج صارحة مرة كنتديرها بطون مرة كنتديرها بطجاج وكل احتراز عما كتا شوية ديتها نضيفها بلدة ولا لقاعة غير بالخضراء هنا بانسبة للتوابل برد شوية ديت بزارت وخرقون شوية ديت شوية ديت شوية ديت العطرية ديت الهنود بانسبة للمقاديم وشي بانسبة لتوابل البناء نضيفها تقريباً واحد مع القاة كبيرة لصوص سوجة وتمال بنتي نضيفها وشوية ديت القصفون مطعيم هو ما غاديش نضيفه حتى الاخر ونضيفه على الفشوة بالنسبة للمقاديم نضيف هذا البصلة وكل شي تشحر هو اللوغل وعدك الساعة نضيفه الجلم الذي نضيفه الجهل بنت نشحره غار شوية وصافي باش ما يجي نشق قاسح ونضيفه مع القاة كبيرة لفلي ديت تقدرونها البناء تضيفه جوج من فرماج مو ثلاثات او مو ربعات بغيتوا تضيفه واحدة واحدة مع القاة ديالا مايونيز سأضيفه الساعة سأضيفه في التبصيل بشرة برد سأضيفه بالنسبة للناس اللي يأخذوا هكذا يجبهم الحار تقضيت شوية ديلة حريسة الأرق هنا يضيفت شوية ديلة القصبار و المعدمسك كيف ما قلت لكم انتم كتلاحظوا العجينة ديالنا حيث ارى كيف ما قلت لكم في اللو العجينة ديالنا ما كتكونش قاسحة ما كتكونش جارية بزاف وخاخ تامرة ما كتبانش حيث هي شوية قاسحة سوف نحاول نقطعها بحال هكذا الحبة ديال البيض المهم الأحسن قد ما غادي يكونوا ورقاقين قد ما غادي يكونوا هكذا مزيان باش يطيبوا لنا مزيان فاللي غادي نطيفوه هنا كنشوف المهم لاش فتح الاشي وحدة كبيرة كنحاولو نقصيليها باش كيف ما قلت لكم اللي غادي نعمروهم ما يكونوا شاكدا ما يخصوهم يكونوا يجيونا ارقاق هنا يا البنات بعد الماء كمدهم كيف ما كتشوفوا صافي غادي كمدهم بحشوة ديالنا بردات هنا يزت شوية ديال الفرماج ديال مو تزاغلة اللي بغا يزيدو يزيدو ما ماشي ضروري انا ولادي صراحة نقلتها لكم بزاف ديال المرات كي يعجبوهم الفرماج هكذا وما يمسط ليهم الفرماج اللي ما بغا يدير هذك الفرماج ما في لدي الفياي ما تديرو هذك الفرماج مربع ولا مو تلات صافي هنا يكي نحاولو انتلكو العجينة ديال انا ما يملي فيديو رح كي يوضح كل شي قدم ما اللي بنا تكون ترقيقة قدم ما غادش يجينا لبيني ديالنا هكذا زوينين صافي هنا يكي ناخدو الحشوة كيف ما شفتو بالنسبة للحشوة كل واحد يدير على حزبكين اللي كيعجبوهم هكذا اللي بيوني يكون عامرين بزافكين اللي ما كيعجبوهم شي يكون فيهم غير شوية كل واحد وزعمه والدق ديالو وهنايا كنحاولو نجمعو هكذا الجنب كيف ما كتشوفو هنا كنحاول نجمعوه ولكني ما كنوصلوش اللاصوس باش هكذا يلا عندنا العجينة الكبيرة حيدوها ما تقيسناش اللاصوس هانتو ما كتلاحظوش ما شفتها بانه ورا عندي العجينة زيدة غاتي نحيدها باش ما تجينيش غليظة ما يجونيش لبنيتيا لاغلاد ما هالطريقة هادية ولكي اني خسكم تحاولوا تسدوهم مزيان باش ما تخرج لنا الحشوة غاتي نزيد معاكم واحد اخرى نجمعوها مزيان وهنا يا كيف مما قلنا في اللاول كيف مما درنا كنديروا الحشوة ديالنا نجمعوها وكي نحاولو نجمعوها هكذا مزيان انتو ما كتلاحظو هادي صار حاجاتي هي هاديك غادي نستمر حتى نكمل كل شي هنا يلبت بعد ما كملت قدرت شوية ديال الزيت تسخن وعندي هنا الحبز اللي انا اللي حكدت طحنتو لاشا بلوغ لما تقدروا تشريوها انا صراحة غير الخبز اللي كان عندي وطحنتو خليتوني تلاشا بلوغ عندي هنا جوج حبات ديال البيض وطفت لها واحدة القبصة ديال الملحة وشوية ديال الخلب نخلطهم مزيان سوف نجيبو اذيك الخبزات ديالنا بعد ما خليتهم واحدة خمسة ديال تقيق باش يرتاحوا لينا وملأ احسن البنات باش ما يعدبوكم شو من اللي غادي تديرو هات طريقة هذي ما تغطيهم موالو باش هكده يجيونا شوية ناشفين وكتهزيها بسهولة وكنا نحاولو نضغطوها بهاتش شكل هاداي لا بغيتوها بغيتو انتم ما هكده يجاو مدورين نديروهم مدورين كل واحد يدير على حسب الدق ديالو وصفي وكنا نديروها في الزيت نغادي نزيد معاكم واحدة اخرى نحاولو نقرصوها حي تخليناها واحد تقريباً اربعة خمسة ديال تقيق هكده وصفي معا نيت العجينة ديالنا في الزيت اختام رد وكنا نديروها لها شابلو كيفما شفتو كيفما قلت لكم نغيرو خبزي الاطار اللي تحمتو هنا بالنسبة للنار ما تكونش مجهدة بزاف باش ما يتخطفوش اللي هنا من برا ويكونوا باقي خضرين من الداخل وما تكونش عاود تاني متوسطة بزاف وما مخصة تكون فوق متوسطش بشي شوية انتو ما كتلاحظوش شكل ديالهم بعد مما كان قلبوهم مهم كنعطيهم الوقت ديالهم باش يطيبو وصدقون يا البناتها راه ما كيتشاركوش نهائياً الزيت انتو ما كتلاحظوش شكل ديالهم صفي المهم كنحيدوهم ولي كتلاحظوهم بحال هكي كي زي ما كتلاحظوهم رخفات ماشي هكذا تقاعدين جزافش وما تقولش ما طايدينش من الداخل زي ما كتلاحظوهم رخفات المهم البناتها هنا غادي نزيد معاكم واحدة اخرى وصفي وغادي نستمر بها الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي ونطلقوا ان شاء الله باش شوفوا شكل نهائي ايديالهم ايديال لبيني ايديالنا بذيك الحشوة اللي هي ليدة بساف نتمنى من الله ينالوا الاعجاب تيالكم هنا يا البنات بناتي اللي ما ينبغى ولا كيتشوب بدقليهم هكذا الكيتشوب من الفوق نديروا اي صص كتعجبكم انتم ما كتلاحظو هنا يا كيكونوا صراحة طيبين بزات سوف نقطع لكم واحدة رباقي صخونين وصراحة لبنت كنت ذرباها انا بغيت هكذا باش نمشين نجيب بنتي هادي عاد شوية رباقي شوية غليضة في واحد الجهة ومن الاحسن البنت يكونوا ارقاق انتم ما كتلاحظو العجينة اللي بقت لي يا البنات المهم بعد ما جبت بنتي من المدراسة هادي العجينة غادي نخليها انا سايما الله يتقبل ان شاء الله حتى اللي عشية وذيك الساعة نطيبوهم وكنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم ما تنسوناش باللايك الله يجازيكم بخير باش تجيزوا تشجعونا والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله